نتحدث عن أنباء واردة من ليبيا بتحرير أكثر من 30 عامل مصري هنا كانوا مختطفين في مدينة بني أوليد هذه الأنباء التي تصل تلقى اليوم لربما اهتماما كبيرا لأنها تلقي الضوء على ظاهرة مستمرة منذ سنوات ميدانها ليبيا وضحاياها هم العمال المصريون هناك على الأراضي الليبية هم من العمال غير الشرعيين من المصريين وغير المصريين تختطفهم عصابات الإجار في البشر في ليبيا وتقوم بالنهاية بمقايضتهم بفدية مالية تقوم بالتصال بأهاليهم وتساومهم على أرواح أبنائهم ما من نهاية تلوح في الأفق لمأساة خطف العمال المصريين في ليبيا مأساة تهدد بتشريد أهل المخطوفين وهم في الغالب من الأسر الريفية المعدمة لذين يجيدون أنفسهم مضطرين لبيع المنازل التي تؤويهم لسداد الفدية للخاطفين ولا يكاد شهر ينقضي من دون أن تتلقى عائلات مصرية جديدة تلك الاتصالات المشؤومة من خاطف أبنائها وهم يهددون ويتوعدون بقتلهم ما لم يدفع الفدية مديرية أمن تبرق الليبية قدرت أحد من تحرير 32 مواطن مصري وفيما تهدئ الأنباء الواردة من ليبيا أحياناً بعض الخواطر الملهوفة للأسر بتحرير أبنائها سباء على يد السلطات أو بعد دفع الفدية فإن تشابه ظروف الخطف يثير ريبتهم فالمخطفون هم عمال من أرياف مصر يتسللون إلى ليبيا عبر طرق الهجرة غير الشرعية بحثاً عن عمل حيث تكون الشبكات الميدانية لعصابات الخطف لهم بالمرصاد أثناء تنقلهم داخل ليبيا وفق ما تكشف إفادات الأهالي فقالوا هل روح فين؟ هل روح طرابلس حتى اسمها سوق الجمعة فعملوا طلعين متوكلين على الله معهم عربية مطلعة بيهم الراجل اللي هو طلحهم بالعربية ده بحهم هم متصلين مع بعض بتاع الخطف دول وبتاع التهريب متصلين مع بعض وتلقي سمة التنظيم الظاهرة على عمليات الخطف بتحدي كبير على السلطات الجديدة في ليبيا خاصة في ظل ما يتداوله الليبيون من اتهامات بضلوع فصائل مسلحة في عمليات الخطف والإتجار بالبشر فتكرار عمليات الخطف يعكس وفق مراقبين حالة من التسيب الأمني التي قد تجد حكومة الوحدة الوطنية نفسها في مواجهتها وهي التي تفتقر حتى الآن إلى سلطة عسكرية واضحة ولعل قصة الرحال الليبي عبدالعالي الحبوني ورحلته حي على السلام من أقصى ليبيا إلى أقصاها تختزل فصول التحدي العسكري الجاثم على كاهل حكومة الوحدة فرحلة الشاب الذي أراد لما شمل الليبيين وإلهامهم بإمكانية تحقيق المصالحة تعثرت بعد خطفه ونحر ناقته على يد ميليشيات من مدينة الزاوية نعلق على هذا الموضوع ينضم إلي من القاهرة أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية ومن ترابلس هذا هو محمود إسماعيل المحلل السياسي مرحبا بكم أستاذ أشرف إذا سمحت لي نأخذ فقط قضية المصريين كحالة قبل أن نعممها على باقي المختطفين من جنسيات أخرى الوضع في ليبيا غير مستقر حرب وخطير ما الذي قد يدفع بشخص لأن يذهب إلى ليبيا ويعمل هناك غير اليأس وسوء الوضع في الداخل لا أعمم أنا ولكن دعنا نأخذ هذه الحالات اليوم ما الذي يدفعهم لأن يذهبوا إلى مناطق خطيرة للعمل يعني أولا بالتأكيد معك حق أنه ترد الأحوال الاقتصادية الكثير من الأسر المصرية في الريف وفي الصعيد قد تكون سببا في الهجرة غير الشرعية قد تكون سببا في الخروج إلى أماكن غير آمنة وهذا الوضع لا ينطبق على مصر فقط وإنما ينطبق على كل دول العالم التي تعاني قدر من المشاكل الاقتصادية لكن هناك عنصر آخر هو أنه المصريين يأمنون لليبيا ويأمنون للشعب الليبي الكثير لديهم اعتقاد أنه معظم ما يتم تناوله عن الحروب والصراعات والاختيالات والمعارك هو أمر يعني بعيد عن الأماكن التي سيذهبوا إليها هم يعادوا من خلال المهربين بأنهم سيذهبون إلى مزارع وأماكن بعيدة تماما عن مناطق الحروب ونعلم أن مساحة ليبيا تقترب من 2 مليون كيلو مساحة شاسعة هناك أماكن ربما لم تسمع حتى عن في داخل ليبيا لم تسمع عن الصراع العسكري ولم ترى طلقة واحدة وبالتالي هذا يشجع للبعض على السفر والذي أيضا يشجعهم على السفر أنه ربما كان لهم أقارب هناك يشجعونهم ويشعرونهم أن الأمور ليست كما يقال بهذا السوق وبالتالي يذهبون وعندما يذهبون يعني من يقوم بتهريبهم هو جماعات منظمة هذه الجماعات ربما تعيش في منطقة الحدود المصرية الليبية تعرفها تماما مساحة الحدود 2000 كيلو تقريبا هناك يعني ممرات ومداخل يمكن المرور منها هناك أماكن صعبة تأمنها لوجود منطقة بحر الرمال العظيم ويعني صعبة أن تؤمن كل شبر في الحدود خاصة أن الجانب الآخر من الحدود الجانب الليبي يعني لديه مشاكل أيضا بسبب الصراعات وبسبب الحروب وأيضا بسبب قلة عدد العناصر الأمنية وبالتالي فهناك عناصر كثيرة تدفع العمال المصريين البسطاء الذين ربما بعضهم حتى عندما يعيش في ليبيا لا يستخدم لا تلفزيون ولا راديو طب الخطفون يعرفون ذلك يعرفون أنه جزء كبير من هؤلاء محدودين دخل المستطاع اليأس دفعوا يا أستاذ كمان أشرف اليأس دفعوا هنا سؤال خطير يعني الخاطف يعرف بأن والفكر الخاطف يعرف ذلك الخاطف يعرف ذلك إذن ما هي قيمة عملية الخطف ويعرف أنه استثمار فاشل نسبة الفشل فيه هي 90% هل هناك من سبب آخر أو هدف آخر لعملية الخطف؟ يعني أنت تقول استثمار فاشل ولكن هو يعتبر استثمار مربح لأنه عندما يحصل على فدية 20 ألف دينار على الرأس الواحدة فهو يحصل على أموال عندما يختطف في المرة الواحدة 35 شخص من كل شخص يعني 20 ألف دينار أي تتحدث عن 700 ألف دينار فهذا مبلغ كبير علاوة على أن هؤلاء الخاطفين يعني لا يحصلوا على المال مقابل الخطف فقط وإنما يحصلوا على إتوات على العمال الموجودين في أراضيهم يحصلوا على إتوات على الذين يتحركون على الأرض والذي يعني يشجع على ذلك كما قلت المساحة الشاسعة لليبيا انتشار السلاح جماعات كثيرة كانت أيام العقيد القذافي تحصل على دخل ومرتبات ومن إلى ذلك توقف كل هذا جماعات مرتبطة بتنظيمات شبه مسلحة قادمة من السودان وتشاد وغيره وكل هذا يتعاون معا من أجل البحث عن مصادر والأخطر هو التهريب لأوروبا عبر البحر المتوسط وغيره يعني من ينجو من الخطف لا ينجو من الأتوات حتى في لقمة عيشه هناك في ليبيا مرحبا بك أستاذ محمود أطلت عليك سأعطيك نفس الوقت من الذي طبعا من خلال أطرع عليك هذا السؤال من خلال إجابة أستاذ أشرف الأخيرة وكأنه لا يوجد هناك من يتعمد خطف المصريين قضية قضية تجارة ممنهجة منظمة هل هناك من يتعمد خطف المصريين أم ما يقوله أستاذ أشرف هو الوصف الدقيق للوضع بداية لا أعتقد أن التعميم هو حل فيما يتعلق بالخطف المصريين الواقع أن هناك إشكاليات في ليبيا عميقة وكبيرة نعم ولكن هذه إجراءات الخطفة والقضايا المتعلقة بجرائم الخطف هي موجودة في بعض المناطق ربما ولكن بين الفينة والإقرايا تفاجأ الليبيون بوجود هذه الجرائم خطف مجموعة من المصريين وأحيانا جنسيات أخرى وتلك تمارس من قبل جماعات ربما تكون متطرفة ربما تكون حاملة لسلاع وهو أمر خطير وخطير جدا وأيضا نحن نتكلم أيضا على سلطات جديدة ومتجددة لم تستلم بعد وتحاول قدر الإمكان نشر الطمأنينة ومحاولة قدر الإمكان السعي إلى إمكانية نشر الآمن كل ذلك مرهق ومزعج خاصة في ظل سلطات جد ضحلة نتكلم على سلطات الاستلمة لم تتجاوز الآن شهر ونيف من الأيام إلا أنها لم يوجد لها ميزانية وليست لديها إمكانيات والمجتمع الدولي وعد ووعد وأزبد وأرعد ولكن لم يأتي بجديد فيما يتعلق بمعونة الدولة الليبية لا بالشق الأمني ولا بالاقتصادي ولا بالسياسي والواقع العملي أيضا أنه من المأسوف عليه أن هناك قضايا هناك مدنيون وعزر ربما ولكن أيضا من الجانب الثاني يجب أن يكون هناك تعاون من الجانب المصري بالإبلاغ ومحاولة قدر الإمكان منع خروج أبنائهم في هذه المناطق والإتيان من خلال الجهات الرسمية للدولة الليبية خاصة وأن هناك اتفاقية هذا هذا التفزيع للعملية ومصر هناك غير مصريين أيضا ليس تلقاء اللوم على أحد محاولة للتنظيم فقط لما يتعلق بالدخول المصريون إخوة للليبيين ولذلك لزاما أن يكون آليات التنسيق المشتركة سعيا إلى منع أو تجفيف هذه المنابع إذا وجدت والواقع العملي أيضا يكون هناك آليات لتعاون من أجل البحث والسعي لماذا وصلوا إلى بعض المناطق التي هي بؤرة حقيقة ربما مرت بمرحلة أولى أو ثانية وثالثة ولكن لزاما القول أن هناك حملات أيضا أخبار بعضها ربما يكونوا مبالغا فيه من زاوية ثانية والبعض الآخر تسعى الدولة إلى تجفيف منابعه مع قلة إمكانياتها ليبيا تحتاج إلى وقفة الجميع ويحتاج الليبيون أيضا إلى هدوء نسبي من أجل العمل على تجفيف أي منابع تسعى إلى العمل على إيقاءة إثارة الجرائم أو النعرات أو الابتزاز أو خطف العاملين أو غير العاملين نتكلم على منطقة كمنطقة بنوليد ربما هي ليست بعيدة بشكل كبير كواقع ولكن أن تقع جرائم أو جرائر بحجم هذا للعدد أعتقد بأنها خطيئة وكبيرة وكبيرة جدا ويؤسف أن تقع ولكن أيضا لابد من وجود بروتوكولات للتعاون مفعل ما بين ليبيا ومصر وما بين هؤلاء العمال وما بين الدوين وأن يسعوا إلى تسجيل أنفسهم هل نتركب ذلك قريبا؟ هل نتركب ذلك قريبا؟ توقع أن نشاهد الدبيبة في القاهرة يوقع ما تقول عنه يا أستاذ إسماعيل بكل تأكيد لا شك أن هذه الإجراءات قريبة وقريبة جدا والحكومة جادة في فرض الآمن وبسطه على كل الدولة الليبية وجادة في متابعة كافة المخترقين لما يتعلق بحقوق الإنسان أو الذين يقومون بجرائم تحسن علاقات المصرية التركية ستسهل ذلك؟ وليبيا أيضا حريصة على علاقات جيدة مع مصر ويجب أن تسعى إلى ذلك أيضا مصر تحسن علاقات التركية المصرية سيكون أحد لربما مسهلات ما تقول؟ بكل تأكيد تحسن العلاقات الليبية المصرية ربما يخفف من حدة الصراع الموجود حتى وإن كان جزء منه كلاميا لم يصل إلى ما يتعلق بصراع أرضي ولكن الواقع تحسن علاقة دولتين مرتبطتين بليبيا مصر التي تحدها بليبيا أكثر من 1800 كيلومتر وأيضا ما يتعلق بتركيا التي لديها علاقة استراتيجية واتفاقية الدفاع مشترك ومشاطئة واتفاقية وقعت بالسابق هذا سيؤدي إلى نزع ما يتعلق بجزء من فتيل الأزمة وأليات للتعاون الأمني والاستراتيجي ومحاولة قدر الإمكان للقول بأن الجميع يجب أن يحاول قدر الإمكان مساعدة أنفسهم ومساعدة دولهم من خلال مساعدة ليبيا من أجل ذلك أيضا لزاما هنا التوجه إلى الدولة الأوروبية التي كانت مصد طرابلس خلال الأيام الماضية لهم حجة أي زيارات متتالية لجميع مسؤوليهم وكانت هناك أيضا منادات بمساعدة الدولة الليبية وتعاقدات بذلك إذن لزاما عليهم أن تتحول الوعود إلى أعمال من خلال توفير إمكانيات للمراقبة وأن يكون هناك أيضا هذه الإمكانيات مؤسرة لهذه الحكومة حتى يكتب لها النجاح إذا سمحت لي بقي دقيقة وقت فقط من الوقت الممنوح لحضرتك حتى تتساوى مع أستاذ أشرف في الوقت الممنوح ولكن إذا سمحت لي هروب المصريين مؤخرا وقدرتهم على النجاح هل كان هناك جانب سياسي في هذه العملية هل فعلا استطاعوا الهروب هل تم الإيكال لربما لجهة معينة في ليبيا بالإفراج عنهم وهذا هو لربما الإخراج الإعلامي للقضية أستاذ إسماعيل أعطيني الدقيقة إذا تكرمت حتى نوجه نفس السؤال لأستاذ أشرف تفضل نعم بخصوص الموضوع أعتقد بأنه ليس له أمور سياسية فهؤلاء لا دخل لهم بالسياسة هؤلاء عمال عاديون ربما ولكن أيضا من المهم جدا أيضا الإشارة إلى أنه لا بيانات رسمية بشأن الموضوع تفضل أستاذ أشرف نفس السؤال لحضرتك كيف تم يعني لربما ذكرني يعني هذا حدث مهم بأن يستطيع مجموعة من المصري المختطفين الهروب اليوم أو يعني الخروج من الأسر من هناك هل تم هذا بهذه البساطة يعني في ظل ضخامة ما تتحدثون عنه من تنظيم لهذه الجهات ويعني صعوبة أو قدرتها على مسك الأرض بشكل كبير هناك وخطف العاملين أو القادمين عبر الحدود يعني ما الذي حرك هذا الملف يعني الآن يعني دعني أذكرك دعني أذكرك أنه في مرات سابقة عندما كان يختطف مجموعة من المصريين كانت مصر تتواصل مع القبائل والقوى المحلية في المناطق التي تم الاختطاف فيها وهذه تتفاوت أو تساعد بشكل أو بآخر في إطلاق صراح هؤلاء المختفين ورغم عدم وجود تفاصيل عن كيفية خروج المختفين هذه المرة فأنا أيضا أعتقد يعني الدولة لا تلعب دور الدولة المصرية لا تلعب دور لقوى المحلية القبائل أو العشائر لا الدولة المصرية من خلال يعني علاقتها بالقبائل الليبية وبالعشائر الليبية وبالدولة الليبية تتصل بكافة الأطراف ذات الصلة بالقضية وبالتالي كلها تأثير في حل مثل هذه القضايا سبق وفي أكتر من مرة يعني تواصلت الأجهزة الأمن المصرية مع القبائل الليبية والعشائر الليبية وساعدت في إطلاق صراح مصريين مقتتقين مقابل فيديو ولا مجانا تقوم القبائل بتسهيل عمليات الدفع لا لا مجانا مجانا لأنه لا تقوم بالدفع أساسا وإنما تقوم بالضغط على هؤلاء الخطفين لأن القبائل الليبية تحترم في أمكانها والشيوخ القبائل لهم كلمة وبالتالي عندما تستعين بهم تستطيع أن تستفيد منهم وأنا مع الأستاذ محمود إسماعيل أنه لابد من مزيد من التعاون مع الدولة الليبية مع الحكومة الليبية حتى تستطيع أن تسيطر على كافة أراضي وتمنع مثل هذه الزواهر تسمح لي قضية القبائل قضية مهمة أستاذ محمود بقي معي دقيقة ونصف اليوم شهدنا لربما قادة القبائل في خطاب للسيسي تذكره جيدا لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانوا موجودين يمثلون جزء من الليبيين على الأراضي المصرية هناك ما هي طبيعة العلاقة الدور ما هو لربما الثمن على هذه القبائل وهل نتوقع أن هذا الثمن المجاني الذي يقدم القبائل سيكون له ردة فعل أكبر ويعكس بسمات التنظيم على القبائل تصبح القضية عكسية دقيقة أستاذ لا أعتقد بأن إمكانية التعامل المباشر مع قبائل سيحل المشاكل ما بين الدول ولكن المسعى الرئيسي في تقوية ما يتعلق بسلطات الدولة الليبية وحكومتها الناشئة ومجلسها الجديد من أجل الولوج إلى مرحلة أخرى المرحلة الأولى ربما بدى واضحا آلية التشتت وتعدد الرؤوس وتعدد الحكومات والأجسام الموازية ولكن حان الوقت خاصة ما بعد الدعم العالمي وقرارات مجلس الآمن اللديني كان هناك قرارين قد صدر يوم الجمعة الماضي وكان هامين وهامين جدا مدعاة إلى القاول بأن نعمل المجتمع الدولي حاليا يبدو أنه قد أضحى أكثر جدية في دعم ليبيا ودعم المسار السلمي ومحاولة قدر الإمكان التوجه إلى استقرار ولا يمكن ذلك من خلال قبائل القبائل هي جزء مكون اجتماعي وأما كونها أن تسيطر على سياسة أو توجه دفة الأمن فذلك أمر نعتقد بأنه لا ينتج الكثير لا لليبيا ولا لمصر ولا لغيرها من الدبل ليبيا جزء هام في المتوسط وعلى الجميع مساعدتها من أجل الخروج من الأزمة ومن أجل الإسطلالية في العطاء ومن أجل أن يكون هناك حل لإشكالية العمال المتواجدة ولكن يبقى تساؤل مطروح يا أسد محمود قدرتها على حل هذا النوع من القضايا سيبقى تساؤل مطروح إلى أن تدعم ليبيا فعليا وإلى أن يكون أيضا الجميع بحجم مسؤولياتهم ولا أن تعطى ليبيا من المرحلة المقبلة شكرا سيد محمود محمود سماعيل المحلل السياسي من طرابلس شكرا جزيلا لك من القاهرة أشرف أبو الهول شكرا جزيلا لك مباشرة من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية أشكركم جزيلا